نكمل المحاضرة وصلنا إلى ماكنات التشريخ السطحي وقلنا أن واحه هل نأتي إلى النقطة إنه الطاولة الطاولة مع ماكنات التشريخ السطحي الأفقي أو العمودي الطاولة تكون نوعية يأم تكون ذات العربة وتتحرك حركة رددية أو تكون دائرية وتتحرك حركة رحوية جميل هذه بالنسبة للطاولة إذن الطاولة تكون دربة أكثر هذا فراغات تكون ذات العربة يعني شن ذات العربة أقصد بها طول عرض الارتفاع بها مثل متوازن مستطيلات تتحرك حركة ذهاب وإياب والدائرية تتحرك حركة رحوية سؤال مهم جدا كيف يقاس حجم ماكنات التشيخ السطحي هاي شو يقاس الحجم الحجم إذا كانت الطاولة رحوية إذا كانت الطاولة ترددية تقاس بأبعادها يعني طول عرض الارتفاع أما إذا كانت دائرية تقاس بشنوة بالقطر اذا كانت دائرية هذا باب السؤال مهم جدا سؤال وزاري مكرر هذا آخر شيء فيما يخص ماكنات التجليخ السطحي هسا ناخذ نوعية الثالثة من الماكنات هي ماكنات التجليخ الأسطواني أول شيء ناخذ التعريف هي أحد أنواع ماكنات التجليخ تستعمل في تجليخ السطوح في تجليخ السطوح الخارجية الأسطوانية وهذا السطوح يمكن أن تكون مقروطية أو منشورية خليها ببالك يا ولد أو ابن العزيز طالبي العزيز هنا أقصد بالتجليخ السطواني أقصد به تجليخ السطواني خارجي وليس داخلي لأن الاسطواني ينقص بنوعين خارج وداخل هسا أنا إذا أتكلم عن الماكنات التجليخ السطواني الخارجي فقط بعد نماء ما أخذ الداخلي إذن هذه تعريف ماكنات التجليخ السطواني هذا تعريف ماكنات التجليخ السطواني يجي تعليلها مهم جدا يمكن استبدال المخارط بمكان التشليخ ليش أبد المخارط بالتشليخ شو وقت الجواب عندما تكون المجغولة صلدة ألجأ لماكنات التشليخ وكذلك اثنيا عندما تكون الحاجة للدقة العالية إذن شو وقت أعوف المخارط واروح لماكنات التشليخ عندما تكون المجغولة صلدة وكذلك عندما تكون الحاجة لدقة حالية هذا ابني تعليل مهم كيف يمكن قياس حجم ماكنات التشليخ الإسطواني يعني لما نقول لك استواني يعني خارجي لما نقول لك استواني داخلي معروف الاستواني الداخلي يقاس حجمها بأكبر قطر وطول يمكن انجازه على الماكنة إذن حجمها أقيسي إيش قد أكبر قطر للمجغولة وأكبر طول هو هذا حجمها يقاس بأكبر طول وقطر يمكن انتاجه على الماكنة طرق التحكم بالماكنة أكو طريقتين للتحكم في هاي المكان يوم ما تحكم يدوي أو تحكم رقمي اللي نسميه CNC هذا يولد كل ما يتعلق بماكنات التشيخ الاستواني الخارجي هاي مقدم إذا طبعا بعد بها ماكنات التشيخ الاستواني الخارجي بها شغلات وإن شاء الله أبينها لكم في المحاضرات الجالية